السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلاب الاعزاء. مرحبا بالاطباء الكرام. معكم الدكتور وضاح الحاج. اه استاذ طب الفم وامراض وجراحة اللثة. محاضرتنا اليوم سنستمر فيها في التحدث عن امراض التي تصيب اللثة. ويعني بشكل عام زي ما قلنا في المحاولات السابقة كنا تكلمنا على بأنواعه. بأنواعه. ثم تكلمنا على ثم والآب نتكلم عن شعبة مهمة جدا في منطقة وهي منطقة او منطقة زي ما احنا شايفين في الصورتين اللي قدامنا في الصورة العليا. ممكن تشوف قدامنا انه ممكن يكون بشكل شامل اللثة كلها ممكن تاخذ البكال اريال الفيشيل او اللينجوال او البلاتل وممكن تكون بس شيء شيء على سن واحد او سنين اه وما يعني وما يأثر على باقي مناطق الفم. طيب احنا الان لما نقل نتكلم عن او الجنجيفل او الجنجيفل اللارجمين. احنا بشكل عام وما نتكلم عن فاحنا ممكن يكون في عندنا بالدرس الجنجيفة نتكلم على انه يكون في زيادة في الحكم. بس اي نوع من الزيادة. احنا معانا نوعين من الزيادة. النوع الاول اللي هو وهذا نتذكر من محاضرات الجنرال باثولوجي. انه في هيبر بيليجيا وفي هيبر اتروفي. الهايبر بيليجيا من اسمها هي عبارة عن زيادة في العدد. بينما الهايبر اتروفي عبارة عن زيادة في حكم الخلايا. يعني العضو يتضخم في هايبر بيليجيا نتيجة زيادة عدد للخلايا. يعني في حالة العادية كانت والنقل معانا مية الف خلية. لكن لما حصله هايبر بيليجيا تحول التضخم هذا. حصل نتيجة انه العدد الخلايا ازداد من مئة الف خلية لمئتين الف خلية او سبتمائة الف خلية او حتى مليون خلية. طيب لو جينا هنا طيب ولنقول طيب هل هتغير حكم الخلايا؟ لا. حكم الخلايا زي ما هم. ولنقول ان كانت مساء حكم كل خلية واحد مايكرون مثلا. طيب لكن في الهايبر اتروبي هنا الموضوع اختلف. هنا عدد الخلايا زي ما هم المئة الف بس فاعتبا اختلفت هذا الحكم الخلايا بدل مكانت واحد مايكرون اصبحت مثلا ثلاثة مايكرون او اربعة مايكرون وحسب. طيب الهايبر هل عندنا عبارة عن هايبر بليجيا ولا هايبر اتروفي. خلينا ناخد بس بسط 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 على هايبر اتروفي زي اي شيء يا دكتور الهايبر اتروفي. الهايبر اتروفي زي الناس هذوم اللي يروحوا يلعبوا الحديد ابطال كمان الاقسام وبلاقس. الغريلات البشرية انا سميهم دايما غريلات البشرية. لان انا مش عارف مش عارف كيف هو معقب في نفسه. بس هو يلا هو يشوفه ياخد فلوس في الموضوع. وشايف نفسه انه حل ويعني الله يساعده في نفسه. لكن فعلا اشبع الناس اللي تحصلوا يربي عضلاته بشكل بشع جدا. بحيث تكون العضلة الواحدة يعني يكون يده بس يرقلك. فهذه الحالة يعني هذي نسمى هيبروف. لانه يحصل تضخم العضلة نفسها. لديك تضخم حقم الخلايا. لكن اللي نشوفه عندنا في الجنجيفة او الجنجيفة عبارة عن هيبر بليجيا زيادة في التنسك في عزل الخلايا. اذا عبارة عن انكريز سايز of the جنجيفة which is considered as هيبر بلاستيك not هيبر اتروفك. وقد يكون قد يروح يرجع في بعض الحالات الخفيفة او قد ما يكون يكون ما يروحش الا بقراحة. طيب الكلاسفكي طيب الكلاسفكي طيب ممكن نقسمه باكثر من طريقة. ممكن نقسمه او نقسمه او نقسمه او نقسمه او نقسمه او نقسمه او طيب طيب هذا هل هو زي ما قلنا في ممكن يكون محصور او منحصر على الجنجيفة اللي هي مجاورة لسن واحد او معامل اسنان. لكن زي الصورة اللي شفناها في اول شريحة واللي كانت اغلب اللثة او اللثة بالكامل مصابة بالالرجمنت. طيب وفقا لللوكيشن طبعا المكان اللي هو مصيب. احيانا يكون التورم فقط مصيب الجنجيفة فقط وهذا نسميه مارجنال. او يكون مصيب البابلة فقط دينت البابلة او الانتر دينت البابلة وهذا نسميه بابلري. او يكون منتشر في كل مكان مصيب كله على البابلري على الاتاش جنجيفة وهذا نسميه في يوزب. واحيانا في نوع ثاء رابع. هذا نسمي وهذا ما نشوفه اش مصيب مكان معين بالذات مش ماسك المارجن كله مش ماسك البابلة. نحصلها عبارة عن زي الكتلة المنفصلة اللي موضوعة في مكان واحد. وممكن تكون سيسايل او ممكن تكون اللي هو عبارة عن معنقة او غير معنقة. طيب التقسيم الاهم والاشمل هو تقسيم الاتيولوجي اللي هو بنمشي عليه في باقي المحاضرة. قد تكون في معانا اكثر من تقسيم. قد يكون اما وهذا يكون وبنتكلم عليهم بعد شوية. او يكون ما فيش سبب ما لعبش سبب في طبقهم هذا. وهذا النوع الكبير اللي معروف واللي مرتبط باستخدام ادوية معينة. وهي بالدرقة الاولى ثلاثة ادوية الفينوتوين اللي هو مرتبط اللي هو اللي هو اللي هو ضد الصرع. والسايكروسبورين اللي هو اميونو سابريسندراج اللي يعطى علشان يخفض المناعة في حالات الاورغان ترانسبلنتيشن زي الكيدني ترانسبلنتيشن اللي هي زراعة الكلا. والنيفيدبين اللي هو الدواء المعروف دواء الهايبرتينج انتيهايبرتينسيف اللي هو دواء الضغط اللي هي من مجموعة الكالسيوم شانل بروكر. والعلم اغلبا دوية الكالسيوم شانل بروكر تؤثر على الموضوع ولو كان النيفيدبين ولو ان النيفيدبين هو اكثرهم تأثيرا. طبعا اه في معانا وهذا النوع اللي هو ايش عبارة عن شي مزدوج مندمج. هو المشكلة تبدأ ايش يعني مريض عنده حصل التورم نتيجة انه اصلا حاخذ العلاق المعين. لكن المريض هو ذباد اورالهاياجين. فبدل بعد ما كان التورم فقط مجرد نتيجة الادوية وغالبا يكون لا في هذه الحالة يتحول يحصل فوق النن فيتحول الى حالة نسميها طيب الحالة الرابعة وهذه اللي هي من اسمها يعني مرتبط معينة وفيه في لعضة تقسيمات سميها لانها مرتبط معينة فقد تكون هرمونال قد تكون ليوكيميك قد تكون فيتامين مترافقة مع الفيتامين سي ديفيشنسي المرضى الشهير بالاسكارفي او السقربوت او قد تكون حالة لكن ملهاش سبب واضح. النوع الخامس وهو الديفلوبمينتل او الارابتف وهذا اللي غالبا يترافق مع بزوغ الاسنان يحصل معها توارب بتتكلم عليه. النوع السادس وهو الهريديتاري واللي هو الشيء الوراثي اللي هو عالب ايديوباثيك ويكون ملوش سبب واضح لكن يصيب عادة يمشي ما بين العائلات والنوع الاخير اللي هو واللي قد يكون او قد يكون ملينا. زي ما احنا شايفين الصور الصورة اللي في المنطقة للشمال اللي لا مش عارف تشوفوها شمال او يمين بس المنطقة اللي هي واضح ان فيها زي ما احنا شايفين في اللثة هنا في اه التهاب في اللثة عامل الحمرار على من التورم هذا اللي هو او الصورة اللي جنبها كمان نفس الكلام برضو حالة عبارة عن الصورة اللي وراها هذه اللي هي الثالثة اللي على اليمين هذه احنا زي ما شايفين اللفة متضخمة بشكل متضخمة بشكل اكبر وهذه اللي هي مترافقة مع الادوية ايضا الصورة اللي على الاسفل والصورة اللي وراها بينما الصورة اللي تحت اللي عامل زي الكرة هذه اللي هي في في الاسفل على اليمين هذه غالبا اللي هي احد اسباب اللي هي ممكن تكون وتسمى وبنتكلم عليها ان شاء الله. هذي برضو صور اخرى زيب احنا شايفين هذي اكثر هذي اكثر شايفين الصور اللي فوق على اليمين انتشر اكثر. طيب شوفوا الصور اللي تحت الثنتين هذوم. يا الله. يعني احنا الان تقريبا لا نرى الاسنان. يعني احنا انت الان تشوف الاسنان كأنها مقرد جزر في بحار. يعني ما عاد فيش القزر او الاسنان ان غمرت بالكامل. هذي حالة فري 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 سيفير. حالات في الغالب المصيبة انها احيانا تترافق معه يعني هذي الان سيودو بوكت. هذي عبارة عن قيوب كاذبة نتيجة تضخم اللثة. وليس نتيجات لكن في هذي الحالات في الغالب نتيجة السيودو بوكت فتترافق معه انه يحصل اه ترو بوكت. وفي الغالب لو عملت اشعى لهذه الحالات بتحصل انه في بون لوس رهيب جدا. واول ما تشيل للأسف في حالة زي كثيرة زي كذا. تحصل ان الاسنان قضى تقريبا واقعة تماما. لانه ترافقت مع بون لوس نتيجة الاهمال في الغالب. اصلا تمام يعني انا طوال حياتي في في البريو ما لقيت حالة زي كذا. نممكن لقيت زرحات اللي فوق. لكن الحالة اللي تحت الحالتين اللي تحت هذه فعلا ممكن ما تلاقيها لانه هذي نتيجة اهمال رهيب جدا. وفي الغالب بنلاقي ان الاسنان فعلا قد تعثرت جدا نتيجة وقود بون لوس مترافق معها. حصل نتيجة تكون مع السيودو بوكتز. طيب دائما في البريو في كل تخصصات لازم يكون في عام معانا اندكسات على اساس نقسم كل شيء. في معانا في في معانا الغريد زيرو وهذا طبعا لما يكون ما عنديش اي ساينس اف جينجفل الارجمين. الغريد وان زي الصور اللي احنا شايفنا في الاعلى. هذي لما يكون اللارجمينت كونفايند فقط للانتر دينتل بابيلا. طيب الغريد تو خلاص هنا الجنججاة اللارجمينت تكبر. فاصبح امتد واصبح شامل البابيلا وراح كمان على المارجينال جنجيفا. اما الغريد ثري فخلاص راح على الاعتاج جنجيفا. واصبح يغطيه من ثلاثة ارباع او اكثر من الكراون. طيب النوع الاول هو انفلماتري جنجيفال جنجيفال انلارجمينت. ممكن اسمه زي ما احنا دايما نقول دايما نقول انه العناوين تعبر عن نفسها. اذا هو عبارة عن تضخم. لو دايما ودائما في العناوين ابدأوا من الاخير للاول. تعبط الانجليزي معروف انه من الاخير للاول. فشوفوا تضخم اللارجمينت الجنجيفال للثة. بالسبب الانفلميشان. الانفلميشان هذا قد يكون كورونيك. وتكلمنا عن الحالة اللي هي تعتبر كورونيك. بس ما اسمهش كورونيك. اللي هو البلاك اندو جنجيفايتس. الاعراضة من اهم اعراض الجنجيفايتس انه يحصل في وفي 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 زيادة الجي سي اف الجنجيفا الكريفيكولار فلويد. اذا من اهم العلامات انه يحصل وهذه غالبا تكون الاستجابة للثة او لما يحصل لك في البابيلا وفي وفي واحيانا في حالة قليلة يصل للفين للاتاجد وقد يكون او يكون طيب. في هذي حالة كورونيك تعتبر. يعني فاذا انت غالبا بيكون يحصل غالبا من غير بين. زي ما قلنا احنا هي اللي غالبا تترافق مع بين. لكن في الغالب. لكن عبارة عن كورونيك كونديشان. لا يسمى لكن هو كورونيك كونديشان. تاخد وقت. فعشان كده عادة ما ترافقش مع بين. وتكون سلو. وغالبا الا لو حصل في قنبها او حصلت للمكان فيمكن تخليها تسوء اكثر. فيحصل وتظهر لثة متغيرة في اللون وتكون وطبعا زي ما قلنا مترافقة مع البلاك انديوز جينجفا. اتيولوجي معروف هي الاتيولوجي. الاتيولوجي معروف. هو الاتيولوجي المترافق مع اه الجينجفايتس. ابرو الهيجين. يكون في سيرفايكا كيريز. في امبروبا ريستوريشانز. في باد بروستيسز. في اورثو سيئ. في باد هابيتس. مثل الموت بريثينج. مثل التنك ثراست. او في سيستميك ديسيزز. تساعد انه تخلي تأثير الكل اللوكال فاكتورس اللي قلناها اكثر. طيب هناك تريتمنت. ايش عالك? كيف عالك هاد الحالة? اه احنا زي اي حاجة دائما. اي مرض. دايما العلاقة الاول لاي مرض انك تعمل تعميز السبب. وبعدين تخلصنا السبب. طيب انا عارف انه قدام السبب هنا بلاك. كاركولوس. شيله. حشوة سيئة. شيلها. اه صلحه. حاجة زي كده. ايضا كل دائما السبب ميزه. وعالقه. وخلي المريض يحسن اوران هايجين. اعطي اوران هايجين كويس. خليه يفرش كويس. عليه مطريقة صيحة. اعطيه فرشة كويسة. وبعدين طبعا زي ما قلنا نصلح المعالق المشكلة. اما ميكانيكالي زي ما قلنا بازلات الكاركولوس والاسباب المرافقة. او اه كيميكالي بادوية معينة زي او لو احتاجنا ولو انه نادرا في حالة تحتاج تقريبا لا نحتاج. واو يعني لو حصل انه تضخم كان شوية فهينا ممكن نحتاج نحن نعمل او طيب اكيوت جنجفل اكيوت انفلمتري جنجفل الرج loss زي ما قلنا هو عبارة عن تضخم في لثة إنفلمتري بس ايضا هنا المشكلة مايش مشكلة اه كرونك زي اول هنا مشكلة اكيوت تتذكر الاكيوت اللي تكلمنا عليه في المحاضرة السابقة الاكيوت جنجفل كوندشان الاكيوت آآ ابسيز الاكيوت dietary كل هذه الحالات او كمان. اذا كل الحالات هنا غالبا تكون نتيجة ارتايشان لحقى حصلات زي الجينجيب الابسيز وزي ما قلنا في الغالب تصيص وزي ما تكلمنا هي الثلاث الحالات اللي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة اللي هي وهذه ناقشناها بالتفصيل في المحاضرة السابقة. طيب عندنا إذا هنا في هذه الحالة احنا نتكلم عن ايش نتكلم عن شي مش سبب الالتهاب. لكن دائما او في كل الحالات مترافقة مع علاج معين. وتكلمنا عنها طبعا هي حالة موجودة يعني بنحصلها بشكل كثير. وطبعا اه مش السبب زي ما قلنا موجودة الادوية الثلاثة اتكلمنا عليهم اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو زي ما قلنا اه من ابدوية الضغط. وكل تقريبا ادوية تسبب ما عدا علاجة اعتقد اسمه رؤيت اسرادي بين وهذا هو العلاقة الوحيدة المئة الثلاثة تقريبا. فطبعا برضو لو في اسبب ثانية انه كنت في تقبل جيني اه قرعة العلاق كم من اه اه اضل ياخذ العلاق تساعد اكثر. يعني واحد ياخذ العلاق لو سنة غير واحد ياخذ لو سنة اشهر. واحد برضو عنده قابلية في ناس عندهم قابلية الجنجفل اه 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 عنده غير. القرعة اكثر ولا اقل. هذي كلها عامل ممكن تؤثر في حكاية انه يحصل او ما يحصلش الجنجفل اللي رجمت. طيب اذا هذي الادوية التي تتكلمنا عليها انتي كونفولسنت تينوتوين ايبذيبسي اه كالسيبشنال بلوكر نيفيديبين هايبرتينجان والامينوسبريسانت اللي هو السيكلسبورين اللي يستخدم في الاورغان ترانس بلانتيشن. الكلينيكال فيتشارز كيف بنشوف احنا قدامنا الجنجفل اللي حاصل. في طبعا الكليكال فيتشارز بوتو شابه. ماقدرش انا اشوف الحالة هذي واقول هذي لا. هذي تبع يقلي من الثاني. هذي تبع النيفيديبين. وهذه الثاية هذي تبع. لا هذا الكلام مش موجود. انت تشوفه جنجفل اللاجمت ما فيش شي ميش شي عن الثاني. انت تعرف مايش الاسم من الهيستوري. انت لس اسألش العلاق اللي ياخده تاخد الهيستوري وتعرف المشكلة. لكن ماقدرش من الكليكال الشينجل القدامي. اعرف انه هذا اخد هذا العلاق او هذا او هذا. طيب. اذا هل النقطة الثانية هل من اول ما ياخد المريض العلاق. من اول شي على طول بياخده. لا طبعا في الغالب انه ما تحصلش العراض اذا حصلت الا بعد من ثلاثة لاربعا شهر من الدرج وفي الغالب ككل اغلب او اغلب امراض اللثة دائما او غالبا تحصل للمشكلة وبعدين تبدأ تنتشر وتبدأ تحبب كده بالبلدي. وبعدين تبدأ تنتشر تروح بعدين على الليبيالتيشيو وعلى المارجنال وعلى العتاج جنجفة. وغالبا الانتريار بارت متأثر اكثر من اي منطقة اخرى. ويقول لك في الغالب لانه في اللينجوال غالبا التانج يأثر في كيف نضيف مستمر كيعمل زي المساج فيقلل المشكلة. وفي البستوريال تشيكس. لك الانتريار مفتوح. طيب السيستم السيمتوم. هل بشوف قدامي اعراض اخرى? يعني في الغالب. اذا كان المريض good oral hygiene فزي ما قلنا بنشوف تضخم اللثة لكن تضخم healthy. كيف يعني? يعني بنشوف لثة متضخمة لكن pink, firm, stable, لثة healthy جدا. لكن لما يكون في عندي bryxistic gingivitis. ولا المريض احمل. وحصل برء الهيجين والتهبة اللثة. اذا هنا بيت تظهر اعراض لثة فيها اعراض الجنجي فيتس المعروفة. واللي بنتكلم عليها بعد شوية. زي ما احنا شايفين الصورة امامنا. هذه ثلاثة حالات. واحدة مصابة بالفنوتوين الثانية بالسيكل السبورين. الثالثة بين الفنوتوين. يعني الحالات متشابهة تقريبا. بغض النظر عن الديفيوز هنا ولا هنا ممكن حالة الفنوتوين يكون اكثر من حالة الفنوتوين لكن هو تضخم تغيش تميزه. لكن لو ركزنا في الحالة الاولى حالة الفنوتوين اللثة ستيبلد اللثة بينك. اذا هذه غالبا ما فيش فيها التهاب. لكن نشوف الحالة الثالثة بنحصل لثة فيها مثل حالة الانفلمية الواضحة. طبعا الدراسات يتكلم و Rolex تتكلم انه في خمسين بين 3000 من الحالات تقريبا. المريض الفنوتوين يصاب باللرج من 30 بالمية من حالة الساكروسبورين. بينما في النيفيديبين ففيها قدر كبير ويقول له ان انه في ابحاث تتكلم من 6 بالمية من الحالات. في ابحاث وبوصلتها 80 بالمية من الحالات. المهم انه فعلا يصاب. في حالات كثيرة وشخصيا شفت حالة كثيرة. في άλλة. وفي الاملوديبين وفي aideبريبين. كثير من حالات كالسيوم شانال بلوكر. طيب انا كعلاج اشتي اعالج هذا المريض. ايش اعمل? طبعا نعود لنفس القاعدة اللي نتكلم فيها دايما. انت تشتي تعالج حاجة عالقة السبب. والسبب هنا ايش? هنا العلاق. طيب يا دكتور ايش اعمل هنا? يا اما اننا اذا انا قادر اسحب العلاق هذا طبعا مش انا. مش انا اللي انا مال اش علاقة بالكلام هذا. انا احول للطبيب المختص. واقول له يا عزيزي. العلاق هذا عامل له مشكلة هل ممكن تغير العلاق? اه في حالات ممكن. بالذات في منطقة النفديبين ممكن زي ما قلنا يجيب لك الاسر ايسرادبين او يحولك على مجموعة اخرى. اللي هو يحولك على مجموعة ال اه اللي هو اي مجموعة ممكن الدكتور يحولك. فيما في منطقة برضه الابليبتيك ممكن يحولك على اي دوة ثاني. لكن في غير منطقة المنظوم ممكن شوية. اشياء الثانية برضو ممكن تسأل المريض هل او الطبيب المعالج للمريض هل ممكن يا دكتور انك تقلل القرعة او تعمل القرعة لانه زي ما قلنا احيانا القرعة نفسها اذا قلت ممكن تخفف من التأثير. اذا مش ما فيش امكان الكلام هذا فخلاص. اذا اه طبعا في بعض الحالات تسجد حالات انه لما يبدأ يخفف القرعة او يوقف ممكن لو الحالة ترجع يحصل. ما فيش فاية امكانية في الحالة اللي هي مائلد. ممكن الحالة تسترقع. لكن في لما يكون في تضخم كبير. فلازم طبعا في هذه الحالة لنحنا نعمل سيرجيكال تريتمنت سيرجيكال ريموفان جينجيب اكتومي وجينجي وجينجيبوبلاستي. ولازم المرضي يعرف انه ممكن يحصل لانك لازم تاخذ العلاقي. فطبيع انه يحصل لكن كيف نقلل الكلام هذا? نعمل له في يكون كل فترة يقيل عندي. نتابعه كل ثلاثة اشهر مثلا. اشوف هل هو اولا الهيجين كويس. اذا كان بداية حصور الالوبرجروت اشياء في البداية والموضوع عادو اسهل بكثير. كمبايند. زي ما احنا شايفين قدامنا يعني آآ هذا زي ما قلناه هو عبارة عن شيء اصلا كان. نن نن آآ انفلماتري زي حقيقة ادوية. لكن نتيجة الاهمال حصل اللثة التهبت. وتحول من الى كومبايند اه ذا لثة منضخمة وملتهبة في نفس الوقت. كيف عالق نفس الطريقة نشيل اه بيشيل اللي بيحسن اللي حاصل على الأقر وبعدين اه زي ما قدنا نصلح اذا كان علاق مثلا وفي الحالات السيفير. هنا نتوقف هذا الجزء الاول من محاضرة الجنجبل اه اه اخذنا فيها التقسيمات واخذنا فيها الاعراض. واخذنا فيها ثلاثة انواع اللي هي الانفلماتري والكومبايند. نكتفي بهذا قدر هنا. اتمنى ان شاء الله ان تكون وسط المعلومة. ووفقنا في توصيلها بشكل كبير. المحاضرة القادمة بانه الله بنكمل الجزء الثاني من المحاضرة الجنجبل اوفرغروس واللي بنتكلم فيها عن الانواع الاخرى. الف شكر للجميع. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة